زي الحال معكم دكتورة سارة وأنا اليوم جاي أتكلم معكم عن موضوع الحرب الحاصلة دي هتكلم عن حيات متعددة وبالتالي ما بقدر صراحة يعني أخذ عنوان للحلقة دي يعني أول حقيقة أنا في موضوع عوزة أتطرق ليه ودي ملاحظة يعني من بداية الحرب دي الناس بتحاول إنها تتجنب تعرفها على أساس إنها حرب أهلية بلت لا لا هيحصل حرب أهلية الحرب الأهلية هي مع حاصلة دي الحاصلة دي اسمها حرب أهلية ولو رجعنا للتعريفات المتداولة يعني في عوانم السياسة والعوانم العلم الاجتماع الحرب الأهلية هي شنو يعني ما هي فئات متناحرة ومتصارعة حول سلطة أو ثروة وهم بيتصارعوا وهم من نفس الدائرة الجغرافية يعني ما جاء زول من برة معتدي خارجي جاء داخل بقيوش بتحته زي ما حصل مثلا مع روسيا وأوكرينيا ما حكذا دي الناس تمردوا على الدولة وحاولوا إنه يستولوا على السلطة بالقوة قوة السلاح أوكي وتصدت ليهم الدولة بقوة السلاح وقامت الحرب بينهم ولحد دي الساعة الحرب ليها سنة والقصة ما معروف ما شوين يعني ولكن ده ما موضوع الليل أنا ما داري تكلم عن مينو عمل شنو مينو قال شنو ولو داك خاين وده مجريم دا داري تكلم عن الموضوع دا داري تكلم عن المواطن السوداني ولكن أنا يعني بعتقد إنه إنت لو ما تعرف الحاجة الصح بيكتر تتعامل معها صح يعني الفزاعة بتاعتين إنه حتقوم حرب أهلية هي الحرب الأهلية قامت وانتهت دي حرب أهلية دي السودانين بيقاتلوا في السودانين كونه بعدين مش جابوا مرتزقة ولا في دول عميلة أو أجنبية بتساعد فيهم this is another matter لكن الدعم السرير كقوة كان يعتبر قوة سودانية قوة عسكرية سودانية وهي تمردت ضد الجيش بتاعنا السوداني فيبقى دايب يتقاتلوا سيمبلي لأنه التمرد أو الانقلاب اللي حصل داك فشل لو كان زي وزي الانقلابات الماضية نصحة يكونوا بالليل كده يستولوا على ما بعرف اللزاعة والمدرعات والمبعرف الشنو والبتاع ونصحة الصباح يقروا لينا البيان يقول لينا خلاص السلطة بيقت في يد فلانا فلاني احنا ما ما شفنا حرب لأنه هم نجحوا فينهم يستولوا على السلطة ديل فشلوا فينهم يستولوا على السلطة عشان كده الصراع مستمر وقامت الحرب لكن الحرب دي ما اهلية بس اهلية وعندها صفات اخرى كمان مع انها كونها حرب اهلية الصفات الاخرى هي انها حرب مدن الناس دين ما مشون نقعه هناك في الصحراء الصحاري الفاضي دي تشاكل هناك لا 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 قاعدين في نص المدينة وبيتقاتل ودي في حد ذاته مشكلة دي بتضاعف الضرر على المواطن السوداني مسكين ده انا بقول المواطن السوداني مسكين ما معناها يعني قليل الحيلة ولكن مسكين لانه تعاقبت عليه الكوارس نحن لدينا أصور وعقود ما قادرين نطلع من الجصص دي خيانات داخلية وخيانات خارجية وطآمر الدولي ومشاكل مشاكل وفساد وبيع الله المستعان بس طيب المواطن السوداني هو ضحية الأولى لهذه الحرب شوف العساكر ديل طالما هم اختاروا الصراع العسكري شال بندوقيته وقام يقاتل وقال نتمرت وداك العسكري التاني بيدافع عن كيان هذه البلد كما يجب أن يكون ديل دي وظيفته دي الشغالاته يكاتلوا والكتال بيجيب الموت دي حاجة مفهومة للعقل الإنساني بالمناسبة ولكن الممفهوم هو موت غير العساكر ومعاناة المواطن الأعزل اللي قاعد في بيته لا مشا قال لي دا تمرد ولا قال لي دا سوي كده ما قال حاجة قاعد في بيته وكتلوا والخليط بتاع إنه دي حرب أهلية وحرب مدن مع بعض بيزيد من الضغط أو الخسارة في أوسط المدني طيب خسارة شكلها شنو الخسائر كبيرة جدا خسائر كتيرة خالص ولكن قبل ما أنا مش أتكلم عن التفاصيل دي أنا عاوز أوضح حاجة بخصوص أنا أسعى قلت دي حرب وخسارة المدنيين كبيرة ولكن دا لا يعني إنه جيش السوداني كان مفروض يجيش موقف محايد أو يستسلم أو ما يحارب نو دي كده لو هزا جيش السوداني ويجيش هذا موقف كنا فقدنا البلد كلها هي لسا البلد في مهب الريح أنا أقول لك إنه ما فقدناها ولا لسا ما فقدناها ولكن إذا وقف الجيش السوداني ولم يحارب كنا فقدنا البلد وده الغرض بالمناسبة من بهايند القصة دي كلها الغرض إنه البلد دي تتحول فيها السلطة اللي فئة معينة والفئة المعينة دي مستعدة بقى بأن كلنا في سوق النخاسة ما عندهم أي مشكلة أوكي فوقفة الجيش السوداني والحرب اللي بيدور بدائرة الآن ويقود هذا الجيش ضرورة ما في ما في طريقة منها ضرورة مرة والحاكم ضرورة لذلك إحنا عاوزين إنه البلد دي تكون واقفة ويكون في حاجة اسمها السودان بلد زكيان وعزة وكرامة وعالم مرفوع لازم الجيش السوداني يقاتل أنا أحب أن أتكلم عن الحرب كده أنا أتكلم عن الحرب الحرب ما فيصل بحبها وأنا دي الوقت جاي أتكلم عن المواطن مواطن دا في تحت الرجلين دا نحاول ننظم تفكيرنا في هذا الأمر وأنا بدأت بأنه أعرف الحرب دي دي حرب أهلية وحرب مدن مع بعض مع بعض هل هي حرب ضرورية؟ نعم حرب ضرورية طيب نبعد عن تعليق التعليقات السياسية وما يحدث الآن ومسار الأمور حيث يتكلمون فيها الناس كثيرين وفيه امتعاض من جهات كثيرة including me أنا ممطيضة جدا ولكن خليني من الكلام داس طيب نحن المشاكل شنو بنتعرض لها أشكال شنو مشاكل من أنواع مختلفة أوكي و ممكن نخطها تحيط مسميات يعني مثلا وحدة من الحياة التي حصلت وأصابت كل السودانيين هي مسألة الفقد لص فقد شنو فقدنا شنو فقدنا أرواح أحباء لينا أعزاء ماتوا بصورة يعني بشعة بصور مختلفة وبشعة وهؤلاء الذين فقدوا غير الفقد الأول الألم النفسي اللي بيصيب الناس نتيجة هذا الأمر كمان في قد يكون الشخص المفقود هو عائلة الأسرة العائلة الوحيد المصدر الوحيد للدخل والمصدر الوحيد للحماية كذلك إذا كان في حماية السحر فالفقد ده في فقد أعزاء وأحباء في فقد موارد وفقد مادي بأشكال مختلفة وفقد للكرامة الإنسانية وذلك حصل بأشكال مختلفة الإهانات وانتهاكات الكرامة اللي حصرت لمواطنة السوداني شفناها بعيننا دي والما شفناه كمان أكتر فالفقد دي كان كبير ولسه مستمر و إنه إن تجي ترجع من حاجة زي دي حكاية دي دائرة دائرة شغل كثير ودائرة وكت ودائرة مجهود من جهات مختلفة يعني فهذه واحدة من أشكال المشاكل أو دي واحدة من دي مجموعة كبيرة من المشاكل تحت هذا المسمى لهوم مسمى الفقد وكل لزول ممكن يطلع ورقة وقلم ويكتب أنا فدلت شنو وحياتي تغيرت كيف بما كانت عليه ولا أهل أعملوه دي حاجة كويسة بالمناسبة بيتنظم أفكارك بيتنظم تفكيرك بتخليك عارف تركز كيف وأنا بالمناسبة بمناسبة الكتابة دي أنتوا عارفين إنه الواحد لما يسجل ما يجول في خاطره في ورقة بيجيب لي ورقة وقلم ويكتبهم دي حاجة كويسة عادة كويسة من المناسبة بلوزر يجيب لك الراس ورقة وقلم ويكتب أنا حاسبة كده أنا حصل ليه كده داك فلان سمعنا خبر شنو أكتبوا الحاجات اللي بتحصل الأحداث وأكتبوا رايكم فيها تحاسين بشنو أنتوا بتسمعوا بالكلام ده بتفكروا بشنو إنه تحلوا المشاكل دي كيف التسجيل ده أحيانا ممكن تجيب ترجع لك الرازة وتقول بالله إنه قلت كده بالله إذا حصل كده آه والله إذا كانت فكرة جميلة تعلموها فكرة كويسة جيرنالين وتسجيل الأفكار دي حاجة كويسة ده بس صايت كنام يعني طيب غير الفقد دي تاني شنو يعني الصدمات النفسية والتأسيرات النفسية اللي اتعرضنا لها وتأسيرات النفسية للحرب وللأهوال اللي مارة على البشر دي آه دي 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 كتيرة جدا وأشكال مختلفة أوكي وبتعتمد على مدى آه هول ما أصاب الناس في ناس ما حصل لهم حيات كتيرة تكون حصل لأهلهم كده لكن هم ما شافوا بعينهم وفي بناس بيعينهم دي شافوا أهوال لا حد لها ولا حصر فيبقى التأسير النفسي بيختلف ولكن أي سوداني وأنا أكد لكم الكلام ده أي سوداني دي الوقت عاصل ليه الضغط نفسي سترس ها خارج ولا داخل البلد ولا في أي منطقة من السودان عاصل ليه الضغط نفسي لي أو كرد فعل لهذه الحرب الضغطات النفسية دي بتؤدي إلى حاجات مختلفة أول حاجة فيه الصدمات النفسية دي معناها أنت تعرضت لحاجة هائلة مثلا واحدة تعرضت لإقتصاد أو شافت لها واحد أو واحد شاف له واحد بيكتلوه أو هو نفسه ضرب رصاص دي بتعمل صدمات نفسية الصدمات النفسية دي قائمة براها أوكي والناس يختلفوا في التأسر بيها الأطفال يختلفوا عن الكبار الكبار يختلفوا عن النساء يختلفوا عن الرجال كده يعني نوعية الشخصيات ذاتة بتختلف في التأسر ولكن الصدمات النفسية الضغط النفسي المستمر وده بيؤدي إلى أمراض بالمناسبة جسمانية غير الأمراض النفسية حالات القلق والاكتئاب وتبعاته ممكن الناس دي جاء اكتئاب شديد تأذي نفسها تكتر نفسها أو غيره يعني فالتأسير النفسي تأسير كبير فيبقى نمر واحد الفقت نمر اثنين التأسيرات النفسية بعدين في حاجة مهمة جدا حصلت لينا نحن كمجتمع وكأفراد يعني اللي هي إنعدام الثقة اوكي وانا قبل كده نما تكلمت عن العلاقات بين البشر قلت انه في ثلاثة حاجات مهمة جدا انا في رأيي اهم ثلاثة اوامل في بناء علاقة صحية مع اي حاجة مع الحكومة بتحتك مع زملائك في العمل مع مرتك في البيت مع ابنائك مع زملائك مع جيرانك ثلاثة حاجات الامان الثقة والاحترام نحن دلوقتي في مجتمعنا عندنا حالة بتاعة فقدان الثقة واستشراء الخيانة وطبعا تعريف الخيانة بيختلف من شخص لآخر على حسب ما شفنا في الميديا يعني ولكن نحن بنعرفه بانه شخص تعاون ضد السودان او بيعمل ضد السودان كبلد ككيان كشعب دعنا بالنسبة لي خاين فانتشرت الخيانة وان عدمت الثقة بين الناس ودي مشكلة كبيرة انت عشان تتعاون وتتشارك يعني ويكون في حاجة منتجة من اي مجموعة لازم يكون في ثقة لو ما قادر تستق في اخوك ولا وجيرانكم ولا وجد الحل تعمل شنو وتعمل كيف معنا هناك فكل زل حيكون قاعد كده يعني ما قادر متحفز للاخر يعني يعني اسق في كيف معرفك من وين ممكن اي حاجة تحصل الحاجات دي يعني فانا دي بسكر دي بقى برضو مشكلة كبيرة جدا وإصلاحة ما حيكون بخطوة واحدة وبشخطة قلم دي حاجة دائرة وكت عشان تتصلح وعشان تت يندمي للجرح دي الفئة الثانية بتاعة المشاكل هي انعدام الخدمات الاساسية ما في والمشكلة مش انعدامه بس انعدامه ما في زول جايب خبر ما في زول شغال بالقصة دي كل الناس في مركزة في المجهود العسكري والانتصارات العسكرية اللي هو انا صراحة في اللحظة يعني شاكة تماما انها قاعد تحصل يعني احنا كل يوم بنسمع انه ام درمان نطفط ويجي تاني يوم يقول لك اه وحررنا لما بعرف ام بدل حارة شنو طيب انت ما قلتها نطفط يا اخ اللي لا حررت شنو ويقول لك ما بعرف سبعتاشر تاتشر في الصالحة ما بعرف بي وين وقال يا ابني دي مش يا هوم درمان نطفط ولسه نحن ما عارفين بحر الحاصل فيها شنو ما عارفين ان الخرطوم حاصل فيها شنو يعني دي العاصمة العاصمة عاصمة السودان الجزيرة حدس ولا حرج حدس ولا حرج وما في زول قادر بالضبط الحاصل شنو لكن قادر اللي بيطلع كارسة كوارس يبقى انت عندك وسط السودان منتهك تماما اكه 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 اوكي واجاش يقول لك نحن عملنا وقت وين عملتا وين نحن ليه لسه بين صوت ونقوم بالقصد نمشي لجدام خدمات الاساسية دي اللي هي امن طبعا امان صحة اكل شراب موية نظيفة جارية مصدر للطاقة ها ودي حاجات الاساسية ما في منعدمة دي دي كمان قائمة براه الحاجة الثالثة هي او الحاجة واحدة برضو من القائمة دي ضمن القائمة دي هي المجهول الناس بالمناسبة في طبيعتهم كبشر عاوزين عاوزين يكون عندهم نوع من السيطرة على الأوضاع الحول عاوزين عاوزين على مصير على تخطيطك على حياتك الحالية دي الوقت في total loss of control فقط للسيطرة التام انت ما عارف السيعة الحاصل عليك دا شنو حينته متين وما عارف المستقبل في وشنو وطبعا يعني للأسف أنا بقول الكلام دا نحن عندنا قيادة قيادة الجيش وقيادة البلد حاجة واحدة دي ما عندنا حاجات حكومة منفصلة نحن عن قيادة الجيش هما في شكلهم كده بينهم من الواقع نحن شايفين من التصريحات اللي بتطلع من الكلام دا انه هما نفسهم ما متفقين بالمناسبة رؤيته ما واحدة ما عندهم رؤية واحدة متفقين عليها يعني سر العطة بيختلف عن كباشي وكباشي بيختلف عن برهان ودي حاجة قمة في الريبة انت لو عاوز تشكك الناس فيك وعاوز تخليهم يفقدوا الثقة فيك اعمل كده اطلع برسائل متضاربة رسائل مختلفة كل زول يقول كلام براه كل زول يعمل حاجة براه ها و للأسف القادة البلد باللحظة دي سفروا من اللي براه اكتر من تركيزهم في الحاصل في البلد ونحن كشعب مسكين كده ما نفهم من اي حاجة طبعا والحرب لسا متستمر و يعني انا وحدة ناس مقتنعة انه الجيش السوداني الجيش السوداني عنده قدرة يملك القدرة على انه يحسم هذه الحرب لمصلحته ولكن لسبب خفي ها نحن لحد يا السعب ما ما عملنا كده ما حسمناه ولسا المواطن السوداني اللي هو انا يعني للأسف بقول الكلام ده ما تحترادار اي من هؤلاء الغادة يعني انا اللي قاعدة هنا مثلا برا البلد و عرفتي بالاخبار هي عن طريقة سوشال ميريا والكوارس اللي بتتقال والمسيجز اللي بتترسل والفيديوهات بتترسل عما يحدث لمواطن الجزيرة مثلا وجيش بتاعنا بالرغم من عدة وعتاده ما في ما في الروح بتاعة انه اطلع القائد يقول الجزيرة هترجع يوم كده او نحن السحة نمشي ننظف الجزيرة رغم انه قادر ما في الروح دي في في حاجة كده في تضارب بتاع رؤيات وجهات نظر و و آراء وتعليمات و أفكار بين القيادة العليا للجيش و كل ضارب في اتجاه ونحن اللي بندفع بالتمن والله المستعان بلد مسكين نرجع لموضوعنا فيبقى دلوقت ان احنا بنعاني من مشاكل الفقت بأنواع كلها التبعات النفسية بضرجات وأنواع مختلفة نعاني من مشاكل قلة الموارد أو انعدام الخدمات الأساسية للمواطن السوداني نعاني من مشاكل انعدام الثقة واستشراء الخيانة والعمالة ونعاني من مشكلة المجهول التعامل مع المجهول طيب والمشكلة طبعا الثانية الزيادة على كده مشكلة النزوح والنزوح ده كمان في أبراو طلحت من بيتك وغالبا طلحت بلا شي ودلوقت قاعد يا إما مشرد داخل السودان أو خارج السودان والحكاية بتاعت هتنتهي الليل هتنتهي بكرة دي اللي هي كتلت قلوب ناس كتار خلتهم ما ما يخططوا يعني في ناس بيقول او الله اتجرب اتنتهي انا قدر الجروش اللي عنددي اقعد بها لحد ما تنتهي وبعد نرجع دي الوقت سنة كاملة ما في زول عنده المقدرة على الثمانين في المية من الناس ما عندهم المقدرة انهم يستمروا يكون عندهم دعم مادي والقدرة على انهم يعيشوا هم واسروا لمدة السنة كاملة من غير شغل من غير هنا دي حاجة الناس بيتعاملوا معادي الوقت بصورة يومية وحتى النزوحة الداخلية حتى الناس اللي مشور اهلهم في داخل السودانية اي حاجة عندها حدي يا جماعة الناس دي الشعب ده كله فقير يعني ومهما كان عندك موارد وعند قدرة ما تقدر على قصة دي لمدة السنة كاملة فالنازحين دي كمان مشكلتهم مشكلة كبيرة ومعاناتهم لا توصف يعني والنازح عرضة للانتهاك كمان من كل انواع الانتهاك وده موضوع فيه تفاصيل كثيرة يعني لكن بس فكروا فيها كده البربية ده ما امن وعرضة لانه يتم انتهاكه بكل الاشكال طيب هل الدولة دي عندها موارد الآن الدولة دي عندها موارد في موارد طبعا زي الدهب وزي الحاجات دي دي ما عندها علاقة بانه او موجودة لكن منول بيستفيد منها منول بيستفيد من الحيات دي يعني هل الدهب اللي بيطلع من اراض او بيطلع من اراض السودان بيتباع عشان العائد يرجع لخدمة مواطن السوداني نوب لكن منول بيشيل فيه ما اراض والله دي الاسرار الكبرى الاسرار كبرى طيب الموارد دي قدر الفي بتتقسم بنسب مختلفة ل او او فئتين المجهود العسكري انا بعتقد انه مهم طبعا مفروض يكون في صرف عسكري يعني احنا ما في طريقة غير انه نصرف على حرب دي يعني هو الجزء التاني هو مفروض يكون لخدمات المواطن يعني تحاول انت كمسؤول في الدولة انك يعني بقدر الامكان تكتهد انه تحترم هذا المواطن وتوفر له المينمم الحاجة الاساسية عشان تخفف من هول ما يحدث عليهم نحن عندنا دي الوقت الخطة او اجروا اخلوا الغري وضوها او في غراء طبعا قالت لهم تعال اقعدوا بس ما ادهب شونا وده طلع كلام فاضي طبعا في النهاية دهبشهم وسرقهم وقتلهم واختصبهم وصولهم ايا حاجة فدي الخطة الموجودة الناس بتحاول تتصرف عشان تحس او تعمل شوية امان يعني ولكن ما في ما في زول ما شفت لي مسؤول ما شا قال يا جماعة تعال بيجاي دم وعسكر ولا هاقم الإغاثات دي ولا امش بيامش حتة الفلانية واجه الناس قال لهم امش الحتة الفلانية واجهز نليكم حتة ما في قرام سيدا الناس دي بس بتطلع وتمشي الحكاية دي مزهلة بالنسبة لي انو نحنا دلوقتي لينا سنة في الحرب دي وحرب بالمناسبة ما ماشا كويس لمصلحتنا يعني لكن ده كلام لي وقت اخر لينا سنة كاملة وهذه الاحداث تتكرر امام اعين هؤلاء المسؤولين انا ما عارف هم حاسين بالحكاية دي بالمسؤولية دي ولا لا لانو نحن ما عندنا حكومة تانية ما في حكومة تانية في عساكر هم السلطة العليا وحدث انهم هم بقوا قادة الجيش او هم غادة الجيش كذلك يعني مجهود العسكري على ما قبته وكذلك مسؤولية الدولة انت لو اصلا ما قادر على حكاية مسؤولية الدولة والمواطن دي اديها لزول تامني ما شغال بالحرب دي او زول ما وظيفت ان يكون محارب جيب لك زول مدني يقول له يا اخي نظم لنا قصة المواطنين دي عمل لك حكومة تحرب حكومة طوارئ حكومة حاجة عشان تشوف شؤون المواطنين دي يا اخي معقولة بس الحكاية دي يعني التجاهل ده وقيمة الانسان المنتهل اولا المعدومة دي يعني معقولة طيب ما في حكومة وانا ما عندي اجابة للسؤال بتاع ليه ما في حكومة ليه ما في حكومة نحن غايدة الجيش دا دايرين يكون بيقود في الجيش مش بيخطط لمستقبل سياسي مشغلتك دا ما شغلك ولا نحن دايرين منك في اللحظة دي سياسة شنو والبلد ادهت وتكسرت والمواطن حصر ليه والحصر يعني هو اسوأ من جدا يعصلينا شنو نحن عشان الجيش دا يقوم ويكروب جاشه وينظف البلد دي فده برجعني لجصة الثقة من عدام الثقة هل نحن عندنا ثقة كافية في قيادة الجيش هل نحن واثقين إنهم كلهم رؤيتهم واحدة وكلمتهم واحدة وإنهم فعلا دايرين ينظفوا البلد دي من العملاء والخون والمتمردين ويسيطر على الأمن هل الثقة دي موجودة في كل سوداني طيب نرجع لإنه بنعمل شنو بنعمل شنو مشاكل مشاكل كثيرة وبالمناسبة يعني في فئات أكثر عرضة للمشاكل دي وأكثر تأثرا بيها من غيرها يعني نحن لو جينا واخد نجسم المواطن السوداني لأربعة فئات أو كده أو لفئات وابتد بيه فئة الأطفال ونحن كدولة نامية نسبة الأطفال في السكانة يعني السودان كبيرة نسبة كبيرة ودير أطفال لحد سنة 17 سنة طبعا النسبة الكبيرة دي اللي هي حواليها ممكن 14 ل15 مليون طفل دي الوقت موجودين ويعانوا ما يعانوه من ويلات هذه الحرب دي من الفئات الحساسة والفئات اللي مفروض نديها رعاية أكثر الفئة الثانية هي فئة النساء نحن نشوف نحصل للنساء في الحرب دي طبعا حاجات خاصة كده يعني غير الكتل والنزوح والجوع والعطش والكلام ده كله كمان في حاجات خاصة بالنساء اقتصاب وسبي والحاجات العجيبة دي الحساسية للمشاكل والتأثر بيها هي فئة كبار السن ونسبة ل سنهم يعني يعانوا من أمراض مزمنة يعانوا من مشاكل صحية أخرى يعانوا من يعني وفكرة إخراجهم من بيوتهم والحاجات الحاصلة على البلد ذات الفكرة بالنسبة لهم بالمناسبة مدمرة نفسيا يعني وفي قصص كثيرة عن ناس فضلوا النوم يموتوا في بيوتهم على النوم يطلعوا من بيوتهم ففئة كبار السن برضو من الفئات الضعيفة والحساسة هنا أخر حاجة الرجال وأنا ما بقول الرجال ما مهمين لكن الرجال مشاكلهم هي المشاكل العامة وطبعا برضو يمكن يقتلوا وينكل بهم أكثر من النساء وأكثر من باقي الصف باقي الفئات ولكن الرجال عادة عندهم قدرات أكبر من هذه الفئات للدفاع عن نفسهم أو عن أي حاجة للهروب للعيش فذي التقسيمات اللي زينا نشوف الفئات الأكثر ضحفا وتأثرا دائما دائما لما الناس يتعرض لمصائب أو مشاكل أو أحداث سلبية يعني من أي نوع بتحاول تفتش على حل بتحاول تفتش على وضع يطلعك من الحتة اللي أنت في هذه حتة السلبية هذه الحتة الضارة ف عندنا نوعين من ردود الأفعال لحيه يسمى coping mechanisms اللي هي أنت تتعامل مع وضعك الحال الآن كيف الحاجات أنت بتعمل عشان بسرعة تحل المشكل اللي أنت في هذه من الأولويات ال coping mechanisms أنه أول حاجة السلامة النفسية سلامة الجسدية أنك تقدر تحمي نفسك من الانهيار التام ما تصل حتة سوداء وحتة يعني دارك تحاول أنك تعمل حاجات تمنعك من هذا الله ولما لو رجعنا للفئات التي تكلمنا عنها الفئات الحساسة بنجد أنه مفروض نساعدهم تكوب أن الأطفال النساء النساء بالذات النساء المستضعفات اليوم الحوامل البرضع وشايل لطفل دي مشكلة مشكلة في حالة الهلع والفزع والقروب والكلام دي المشكلة أنها لازم تحمي طفلها كمان وإنها هي ذات قرضة لانتهاك من نوع آخر فديل القصة عندهم شوية أكبر ومفخمة والأطفال ما بيفهموا طبعا الحاجات دي دي حاجات دي تجربة بالمناسبة وما حتروح من عقولهم تاني الأطفال ديل في مرحلة التكوين نفسي وهذه الصدمات النفسية تبقى بقية العمر فالتعامل والتأقلم على هذه الأمور مفروض أنه يكون أولوية أو يكون يعني من ضمن الحاجات اللي مفروض يعملوها الوالدين أو الناس اللي بيرعوا الأطفال ديلي يعني طيب من الأمور المهمة أنا بقدر أدي نصايح عامة للناس لكن ما بقدر أدي نصايح مخصوصة للمشكلة المعينة أنا ورريت هون مشاكل شكل عشنو مثلا وكل زول مشكلة الكبرى بتختلف من الآخر ولكن عموما لما تنظم أفكارك وتضع أولويات لأنه أنا في الأول عاوز شنو يحصل ودائما الأولوية هي الأمان السلامة هي دائما أولوية إنك تحافظ على حياتك تحافظ على حياتك ما تاخد نفسك في حتة خطر لا أنت لا اللي معاك دي أولوية قبل أي شي ما في حاجة مهمة أهمة من أنه تدافع أو تاخد نفسك في موقع سلامة وأمان بعد ذاك الأولويات الأخرى هي الاحتياجات الأساسية الإنسان أكل شراط نعرف الألعاب النارية اللزومة الشرية أنا بعتزر ما حاجة عملت أنا الأكل الشراب والمسكن كده بتجي تتدرج بعد ذاك الأولويات لكن أولوية الفوق السلامة والأمان إذا إذا إنت قاعد في بيتك وعارف إنه ينجويد ثلاثة خطوات منك اتصرف اتخارج لأنه تقعد تنتظرهم محشان شريعا مثلا فدائما أي نعم هي كمية مشاكل كبيرة وهائلة يعني ما في زول يقدر هنا ينكر الكلام ده ولكن تنظيم الأولويات بساعد بعدين الحاجة العامة اللي أنا ممكن أنصح بيها المواطن السوداني في المعمع اللي هو في هذه إنه يا جماعة نحن الحصل ده غير حياتنا 180 درجة حياتنا كانت كده دي الوقت تقلبت بيقيت كده فيبقى أي زول قاعد بيحلم إنه أنا هارجع لحياتي السابقة عشان أعيش بنفس الطريقة السابقة ده زور غلطان ما في سابقة ثاني الحياة من ناحية أسلوب حياة مستوى معيشة مستوى خدمات ده حيختلف أو اختلف أردي تماما انتهينا من الحياة السابقة دي انتهينا منها تماما فإبقى إنك تتقبل هذا الواقع دي خطوة مهمة خطوة مهمة جدا تتقبل واقع التغيير الجذري الحصر في حياة خيب هذا التقبل بيجي بعده تغيير في العقلية بتاعت الإنسان نحن لو نظرنا للمظاهر الاجتماعية الحاصلة في مجتمعنا بالمناسبة كثير منا غلط غلط نحن ما كنا عايشين عايشة صح متناسبة مع ما يحدث البلد ومتناسبة مع واقعنا ما فيه كلام زي ده نحن عندنا الواحد بيمشي يفني شبابه كله شغال برة في وضع عامل له ضغط نفسي ووضع غير سليم ووضع غير محبب بالنسبة ليه وما فيه أي نوع من النمو والتطور بالنسبة ليه عشان اللي ما ليه قروش عشان إيجي يعرس ويشتري أو يشتري ذهب لمرته عشان تجي تدفنجر بيه قدام النسوان لابسة لا ذهب من كوعة لابوع ومشتري ومشتري لها ما بعرف عفش من وين وجايبة لها ما بعرف تياب شكل شنو أو هو راكب العربية شكل شنو ده بعد ما شنو يكون نشتغل عشرين خمسة وعشرين سنة النور ده من إدارة التلحية مفروض يتغير هذا الشخص اللي مش قضع عمره كله في دول الخليج ولا أي حتة مش اقترب فيها لم يتطور ولم ينمو ولم يتعلم شي يديد ما بس داخل في السلسلة بتاع أنا ماشي الدوام وجاي من الدوام دي عشان يجي يشتري له حاجات عشان يدفنجر بيع المجتمع أنا بنيت بيت ما بعرف شكل وشنو وشتري ضعف الشكل وشنو وما بعرف المظاهر الخداعة دي كلها مظاهر في حين إنه يهج مع أكبر استثمار أنت ممكن تعمله في الدنيا دي إنك تستثمر في تنمية نفسك أنت تنمو تبقى شخص أحسن وأفضل أكثر علما أكثر مهارة أكثر خبرة تنمو تشوف مشاكلك شنو جواك تحل نمو تطور فترة فترة نحن نحن عندنا هذا الشخص اللي طلع عمره كمه عشرين سنة ممكن يكون إنسان نبيه جدا وإنسان هنا لكن مشى زي ادخل نفي تلاج أو فريزر جانا راجع أو جينا سيحناه وهم عمره كمه خمسين سنة نفس الشخص نفس العقلية نفس طريقة التفكير ما فيش تطور من أي نوع ليه لأنه غالبيتنا في كثير طبعا مقتربين لأنه ما عندهم طريقة يأكلوا ولا يشربوا أنا دمع بتكلم عن كده أنا بتكلم عن إنه في مظاهر كثيرة مجتمعية نحن بنصرف فيها عمرنا وشقانا وتعبنا وهي ما فيها فايدة لنا نحن هي لإبطال آخرين ول الفشخ دي مفروض يتغير دي مفروض يتغير ها في ده شنو يعني أنت ليه كده التفكير ده بتاع المجتمع أنا دار رضي المجتمع ودائر أتميز بالمظاهر الخارجية عربية وعمة وبيت ومعر 17 مرة الحاجات المظاهر دي بتاع تنو عشان الفشخرة دي دي مفروض تنتهي كل بكل عشك على مفروض نبسط الحياة على بعض ها ونبتدي نحاول نشتغل على روحنا ننمي نفسنا ها وإذا أنت عندك دخل أو أنت عندك دخل زيادة طور بيه نفسك أو طور بيه نفسك وأبنائك وبناتك عشان يكونوا ناس ها من بقيمة عالية أرفع قيمة نفسك وقيمة الحولك ما تركز على الفارغة على المظاهر على الحاجة اللي ما بتجيب لك أنت لا أنت بتسعدك ولا بتجيب تزيد قيمة طيب يبقى المفروض يكون في تغيير في عقليتنا ده الآن ده رأقول الحاجة الثانية من ناحية التغيير العقلية هو التواضع نقعد في الواطة دي تواضع أقبلوا واقعكم واشتغلوا على تحسين هذا الواقع طالما أنت قاعد في سحاب وفوق كده بتفتكر أنه أنت ده ما تبعك الكلام ده وأنه خليهم هم يشتغلوا أنا مدير ما بعرف لا أنت ما مدير أنت مواطن سوداني تم انتهاكك وتجريدك من كل معاني الإنسانية أفهموا الكلام ويبتدوا يشتغلوا من هذا المنطلق أنا دار أستعيد إنسانيتي دار أستعيد حياتي دار حسن نفسي دار حسن وضعي دار ده مفروض يكون الطريق اللي أنت بتنظر بي على الأمور أنت لا مدير ولا أنت بروفيسور ولا أي زول أي حاجة تواضعوا يرفعكم الله التواضع البعد عن المظاهر هم والتركيز في الأولويات والأساسيات لأنه دار بيتطلبوا الوقت الحالي الحاجة الثانية إنه حكاية إنه يكون في شخص واحد أو شخصين في البيت شغالين وباقي البيت قاعد عليهم دي برضو مفروض تتغير أي شخص بالق وقادر علي إنه يعمل أي حاجة يعمل رجال ونساء يعني حكايتين يكون فيه مثلا نفرين في البيت شغالين وفيه 17 نفر تانين قاعدين معتمدين عليهم ده كلام غلط حتى الاعتماد بالمناسب على الناس شغالين برا مفروض يتغير تشتغل شغل يدوي تنظف بيوت تساعد في تطبخ تعمل خبيز تبيع أي حاجة مهارة عندك استفيد منها عشان تكون مصدر لإنكم ودي مفروض تكون قصة فيها إنقاص لأي زول ودي برضو بيجي لتغيير المفاهيم بتاعتنا يعني العمل قيمة يجب أن تحترم طالما أنا بعمل وبشرف ما في زول يقدر يتكلم معي يبقى احترموا قيمة العمل تواضعوا أرضوا بالواقع ها ونظموا تفكيركم وخذتوا أولويات الكلام كثير لكن في الأخيرة عاوزة أقول أسعى الناس مثلا في مرحلة من المراحل أنا والله ما عارفة متين هيحصل لكن الناس دي هترجع بيوت أوكي أو أعلى لأ أنا بتمنى إنه الناس دي هترجع بيوت هترجع البيت هتلقاه معفش ما في ولا شي مكسر وزخان ومنهوب ما فيه أي وسيلة من وسائل الراحة اللي أنت خليتها وطلحتها استعادة الحياة داخل هذا البيت بتستدعي إنه نتمظم ونعرف الأولويات الأولويات هي إنه البيت يكون آمن يحفظ لي سلامتي وأمني في باب وفي شبابك بتتقفل يكون فيه حمام ودورة مياه شغالة يكون فيه مطبخ أنا ممكن أطبخ فيه مش مطبخ مليان عدة لا مطبخ فيه حلة وطوة وكم صحن كده وملعكتين وثلاثة كده حاجات الأساسية يكون فيه مصدر طاقة فحم غاز كهرباء أي حاجة عشان نقدر أطبخ عشان نقدر نعمل حاجات بتحدي أوكي يكون فيه حتة نظيفة أوضة نظيفة أجيب فيها مراتب عشان نستنم فيه لاحظوا أنا لا أقول تجيبوا عفش لا أقول تشتروا عدة لا أقول تشتروا سرائر لا ولا ستائر ولا ما بعرف أضربوا البهية ما تعمل أي حاجة نظفوا البيت يتأكدوا إنه بتقفل عليكم وفيه حمام ودورة مياه شغالة وفيه مطبخ شغال وفيه حتة مراتب ممكن الناس ينوموا فيها لو ما في مراتب طب بيقوليكم حاجات مع لحافات بطاطين بتاع لحد ما تتصرف خدوا الأولويات وطبعا على حسب وضع الأسرة على حسب وضع الأسرة تتفاوت الأولويات ولكن دي الحياة أساسية التركيز حتى لو جاءت القروش وحتى لو جاءت القروش التركيز مش على إنه انت تخطل البيت ده أسمح بيبتي تجيران وأنا جبت الستائر قبلك ما انت تجيب أنسوا الكلام ده أنسوا التفكير ده خليكم ناس عقلانيين وزي ما قلت لكم خلوا حكاية الكلامات المجتمعية دي والمظاهر والكلام ده ده بنواسة من حياة تضرتنا جدا جدا الناس دي كلها دي الوقت متساوية مع بعض ونفس الظروف مروا بيها كل الناس فنروك نقعد في الوطا نخد الأولويات بتاعتنا ونشوف نحن هنبني حياتنا دي كيف شكرا لكم انا حتكلم تاني في المواضيع دي ولكن الفيديو ده طول شوية وان شاء الله بالله الناس تشترك في الغنى ولو عندكم اي تعليق على كلامي ده طوالي اكتبوه ويشوف انا ممكن اصلح نفسي كيف او ممكن اصلح تفكيري كيف او ممكن اقول الرسائل دي بطريقة مختلفة كيف شكرا لكم شكرا اشتركوا في القناة